دشن وزير الصحة دكتور أحمد العواضي خدمة الخريطة التفاعلية للمسافرين وذلك عبر موقع وزارة الصحة والتي سيتم إدراجها في تطبيق سهل قريبا نعم الخريطة التفاعلية تهدف إلى تقديم معلومات صحية دقيقة ومحدثة مما يسهل على المسافرين الحصول على الإرشادات اللازمة للحفاظ على الصحة العامة أثناء السفر الخريطة التفاعلية للمسافرين المتواجدة حديثا في موقع وزارة الصحة ليست مجرد إضافة تقنية بل هي تعبير عن اهتمام حقيقي من المنظومة الصحية بسلامتك ودرح حماية ومصدر أمان لكل مسافر الخريطة التفاعلية للمسافرين وهي خدمة جديدة تقدمها وزارة الصحة تصل إلى هواتفنا وممكن الدخول عن طريق الحين حاليا عن طريق ويب سايت وزارة الصحة وقريبا جدا ربطها إلى سهل هذه الخريطة التفاعلية أن يصل الإنسان يدش حق الخريطة يحط يعني يشير ببنانة وصبعة إلى الخريطة تطلع الدولة من الدولة تشوف هناك خدمات المفروضة الأشياء الاحترازية المفروض يأخذها هناك تفصيل حتى بأرقام الطوارئ ضبن برنامج عمل الحكومة المائة يوم تركز وزارة الصحة على ثلاثة محاول رئيسية الصحة الرقمية التوسع في المنشآت الصحية والاهتمام بمجال الصحة العامة وزارة الصحة عندنا في خلال خطة 200 يوم عمل هناك ثلاث مسارات المسار الأول هو الصحة الرقمية وإدخال نظم المعلومات والملف الإلكتروني كمسار أول وهناك برامج قاعد نطبقها المسار الثاني هي افتتاح المراكز والمستشفيات والمراكز الصحية والمباني والمشآت التي تخدم المواطن وهو المسار الثاني المسار الثالث الذي نعمل فيه هو اليوم وجودنا مجال الصحة العامة الصحة العامة تدخل في كل بيت وتتعلق بكل فرد من أفراد المجتمع بل تصل إلى جميع الأسرة تم تخصيص عيادة لصحة المسافرين في كل منطقة صحية تقدم خدمات صحية شاملة تعد ملاذا آمنا لكل مسافر هذه العيادة تقدم جميع الخدمات بداية من تطقييمات إلى تقديم كروت الصحة التي تعتبر شرط لدخول العديد من الدول مثلا الحج تطلب تطعيمات معينة بعض الدول الأفريقية تطلب وجود جواز صحي للحم الصفراء وكذلك تقدم المعلومات والمشهورة وأيضا تقدم أدوية الوقاية من الملاريا من خلال هذه العيادات تؤكد وزارة الصحة أن صحة المواطنين تأتي دائما في المقام الأول وأنها تبذل كل جهد ممكن لتوفير الرعاية والحماية الصحية لهم لما أبو علاوي تلفزيون دولة الكويت